حكومة النجاف المحلية تستجيب لما عرضت هوان نيوز حول الخطر الذي يهدد الجسر الحديدي في الكوفة دائرة الطرق والجسور في النجاف أوضحت أنها بصدد تقييم الجسر فنيا بهدف إجراء عمل الصيانة عليها من خلال إزالة الدعائم المتهالكة واستبدالها مؤكدة أن هذا الجسر أنشئ بمواد مستخدمة جلبت من البصرة تم إنشاؤه من قبل مديري طرق جسور النجاف في وقته كان الحديد مالته كان مستعمل يعني ما نقول من جسر بمنطقة السعد بالبصرة إلى محافظة النجاف الأشرف يتم أخذ نماذج للحديد وفحصه في مختبر الاستشار الجامعة الكوفة وإن شاء الله وعدون خلال يومين أو ثلاثة يام تظهر نتيجة الفحص ومباشرة إن شاء الله بعد ما تظهر نتيجة الفحص نباشر بإزالة الحديد المتضرر السابق وإضافة حديد جديد واللحام وطلاء المنطقة المتأكلة إن شاء الله يكون طلاءها بمادة إيبوكسي المواطنون هنا لم يخفوا قلقهم من المخاطر المحيطة بالجسر مجددين مناشداتهم للجهات المختصة بضرورة الإسراع في صيانة دعائمه المتهالكة والتي مضى على إنشائها قرابة العشرين عاماً الجسر الحديدي الموجود حالياً جسر متهالك انتهى عمره الافتراضي فعلى الجهات المختصة تعيد النظر ببناء جسر أكبر وأضخم من هذا الجسر لأن كثرت السيارات والأحمال الثقيلة واستيعاب السيارات بالمحافظة أكثر فمر علي عشرين سنة تقريباً والجسر يتهالك حالياً خطر يعني المرور به نطالب بإنجازة نطالب المحافظة والجهات المعنية بإنجازة هذا الجسر لأن هذا الجسر هو وصل رئيسي بين هذا الصوب وذلك الصوب على ساعة يهبد الجسر وصير كارثة يعني يعني مثل ما صارت بالموصل وغيرها وغيرها فنحن نطالب بتعميرها وتطمئن الجهات المعنية في النجافة المواطنين بأن الجسر لا يشكل خطراً عليهم مع تأكيدها بصلاحيته للاستخدام بنسبة 80% من النجاف محمد الغاربي واني نيوز